اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الاهلي ومودرن فيوتشر في نهاية كأس السوبر الابطال سوبر ابطال مصر ان شاء الله فيها السابعة مساء يوم الخميس اليوم يوم الخميس ان شاء الله تبقى مباراة كبيرة ومباراة ممتعة مباراة بين النادي الاهلي الكبير ومودرن فيوتشر اللي ولد كبيرا مودرن فيوتشر منذ صعوده الى الدوري الممتاز او تأسيسه في الدوري الممتاز وهو فريق قوي كبير ينافس على البطولات يفوز بالبطولات زي ما كسب كاس الربطة يشارك في البطولات الأفريقية وبالتالي هي مواجهة كبيرة جدا بين الماضي العظيم والحضر العظيم أيضا وفريق له كل المستقبل هو مودن فيوتشر اسم على مسمى وبكرة هتبقى مواجهة مصرية خالصة يعني ايه مصرية خالصة يعني عايزين الجمهور بكرة اللي طبيعي بطبيعة الحال هيجي بكرة يشجع النادي الأهلي يقدر مودن فيوتشر أنا بختار اللفظ المناسب مش يساند مودن فيوتشر طبيعي يساند في اليته بس يقدر هذا الفريق المحترم عشان نشوف مواجهة خارج مصر بين فريقين مصريين مواجهة مشرفة إن شاء الله فيها لعبين رائعين جدا سواء في النادي الأهلي أو نادي مودرن فيوتشر نتكلم كتير عن هذه المباراة وهنتكلم كتير عما سيحدث في هذه المباراة وأفكار مارسل كولر وأفكار المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر هنشوف ده هيلعب زي بكرة وده هيلعب زي بكرة في الفقرة التانية إن شاء الله من برنامجنا رقم عشر